طيب يعني اتكلمت معك سامو من خلال كمان الانترو يمكن الساعات الاخيرة كان فيه بعد طبعا الهزيمة المفاجأة نادي الاهلي من سنبا كان فيه انتقادات لازع جدا جدا لمدربنا المدير الفني نادي الاهلي مسيماني خلينا نتكلم بكل وقعية تاني وبكل امانة تاني احنا ما بنتحكش على عقول حضراتكم اه كلنا زعلين لازم كلنا نزعل لكن من امتى النادي الاهلي بيقيم مدرب من خلال المباراة ودايما خليني كمان ثقافة التقييم هنا في مصر مختلفة تماما عن برة خلينا نتكلم بكل امانة حتى لما فيه لعيب بيلعب يعني على مستوى اللاعبين لو فيه لعيب صغير بيلعب ماتشين تلاتة كويس اه دا احنا عندنا اعظم لعب في العالم والناشئ الصعد الواعد والساروخ لكن التقييم ما بيكونش كده التقييم دايما بيكون على مرحلة كبيرة كمان التقييم المدرب ما بيكونش مباراة لعب مباراة عظيمة جدا دا احسن مدرب ولعب مباراة سيئة دا اسوأ مدرب خلينا نتكلم بكل امانة ان دايما متعودين وخاصة النادي الاهلي عمره ما تعامل مع مدرب من خلال تاريخه بالقطع عمره ما قال ان انا هلعب مباراتين تلاتة لقى المدرب دا لعب كويس فاه دا كويس او هنجدد مع عهد او او التقييم يا جماعة لازم يكون موضوعي اهز علنين اهز علنين خسرنا اكيد لكن زي ما قلت مبارح ان احنا يعني من خلال الخسارة دي ان شاء الله يكون مكاسبها اكبر كمان على مستوى على مستوى مسيماني خلينا نتكلم بكل امانة ان مسيماني كسي في لغاية دلوقتي النتائج مع النادي الاهلي لا ده خسر المباراتين من اعتقد من اكتر من تلاتة وعشرين مباراة فعلى مستوى السي في لما تتكلم لا تتكلم ان فيه ارقام بتتكلم على سي في محترم تتكلم على مدرب قدير خلي بالكوا كمان الظروف الصعبة ما ننساش يا جماعة ان المسيماني كمان جيه في الظروف صعبة جدا جدا اول مباراة تفتكروا كانت مباراة الوداد مباراة نصف النهائي كلنا قدي كنا هلقانين قديها بشكل اكتر من رائع بطولة افريقيا الصعبة جدا اعلم للانديا عمل اداء اكتر من رائع مع ولاد لسه ما عندهمش خبرات هذه البطولة التقييم خلينا نكون هاديين ازعل من حقك تزعل من حقك انتقد على المستوى التشكيل على مستوى التغيرات كل ده وارد وكل ده من حق جماهير النادي الاهلي لكن كمان مش عايز جماهير النادي الاهلي يا سهام تنجرف تحت طائلة السوشيال ميديا احنا عارفين ومتأكدين ان السوشيال ميديا ما بتاخدش الا يعني في بعض يعني مش عايزة اقول موجهة بشكل او باخر عايزة تنور من الاستقرار النادي الاستقرار الفني استقرار اللعيبة تبدأ اللعيبة تتكلم ويبدأ الاجهز الفني ويبدأ الجماهير للنادي الاهلي بتحب النادي الاهلي تبدأ تتأثر بالسوشيال ميديا تقول لك اه لا ده المدرب فخلينا نمشيين في الطريق بتاعنا خلينا ان احنا بنقيم المدير الفني يعني المدير الفني المسيماني لغاية دلوقتي ما عملش فترة اعداد يعني ما فيش مثلا عشر اتناشر يوم يعني مسك فرقيته كده وبدأ يزبط الشكل التكتيكي اللعيبة ده مش اعذار للمبارات اللي فاتت نحنا بنتلم على تقييم عام فاعتقاد الشخصي ان التقييم العام لازم يتم باحترافية احنا بنقيم مدرب من خلال بطولة من خلال موسم فيه اندية المحترفة بتقيم من خلال 3 ا4 مواسم وفيه امسل عديدة سهام كتيرة جدا على مستوى المستوى الاوروبي المانيا خرجت كانت بطل تكسل عالم في 2014 في 2018 خرجت من دولار اول ايه اللي حصل لوف لا مكمل معاهم وبيقدي بشكل اكتر من رؤى فخلي تقييمنا هادي من حق الجماهير انها تزعل طبيعي جدا من حق الجماهير تنتقد بشكل بشكل ايجابي وارد جدا لكن تاني التقييم يكون على مستوى كياني النادي الان ترجمة نانسي قنقر